أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذا البرنامج نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ونتحدث معكم اليوم عن حلقة مهمة نتذكر فيها يوماً من أيام الله وهو يوم عاشوراء ومعنى عاشوراء أي العاشر من شهر الله محرم وسنتحدث عن شهر الله محرم بالتفصيل وعن باقي الشهور الهجرية فمعنى عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم الذي نصوم فيه والصيام فيه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت لأصومن التاسع والعاشر أي التاسع من شهر محرم والعاشر من شهر محرم لأنه صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر ومعنى وذكرهم بأيام الله أي أدعهم أن يتذكروا هذه المناسبات الجليلة والعظيمة فالهمم تكسل أحيانا وتحتاج إلى تنشيط وإذا ما تذكر الإنسان هذه الأيام التي سماها الله سبحانه بأيام الله فهي أدعى إلى تنشيط الهمم والعزائم وهي أدعى إلى تنشيط الإيمان وتجديده حتى هذا الإيمان يحتاج إلى تجديد الإنسان يعيش بهذه الهمة وبهذه العزيمة وبالثقة بالله سبحانه وتعالى وبالإيمان به سبحانه دائما يحتاج إلى هذه الطاقة الإيجابية فالفائدة من التذكير بأيام الله كيوم عاشراء كشهر رمضان كالإسراء والمعراج أن تنشط هذه الهمم وأن يتجدد الإيمان ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور هكذا يقول الله سبحانه وذكرهم بأيام الله فائدة التذكير بأيام الله بناء الوعي عند الناس تجديد الإيمان أخذ العبرة والدروس من الأحداث الماضية فائدة التذكير بأيام الله التذكير فيما كان من نقم الله وعقابه في منطغى وتكبر وتجبر فالإنسان إذا تذكر أن الله سبحانه وتعالى انتقم من منطغى وتجبر ابتعد عن الطغيان والمعصية والذنب والتذكير بما كان من نعم الله في من أطاع وشكر أن الله سبحانه وتعالى كافأه على طاعته وعلى شكره وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان انظر إلى هذا الحال الطيب فما قابلوا النعم بالشكر والنعم لكي تستمر معك ولكي تدوم بحاجة إلى الشكر والشكر هو التوجه إلى الله بالشكر والتوجه إلى الله بالطاعة وأن لا تستخدم النعم في معصية الله هذا هو الشكر وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله تركت شكر النعمة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذن نحن بحاجة إلى التذكر والتذكير بأيام الله وذكرهم بأيام الله لماذا؟ لبناء الإيمان في القلوب ولتجديد هذا الإيمان الذي يخلق أي يصير قديما كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم في صدرك وفي قلبك كالسوب القديم فيحتاج إلى تنشيط يحتاج إلى تجديد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ثم دعانا القرآن الكريم ونحن نتحدث عن يوم عشوراء قال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لا يرجون أيام الله أي ينبغي على الإنسان ينبغي للإنسان أن يطلب هذه الأيام وأن يتذكرها وأن يستعد ليوم عشوراء وأن يستعد لشهر رمضان وأن يستعد للإسراء والمعراج وأن يستعد ليوم عرفة أن يتجهز بقلبه وبإيمانه وأن يتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى نقف عند يوم عشوراء قلنا هو اليوم العاشر من شهر محرم محرم ما قصة هذا الشهر شهر محرم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان أن تصوم في شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم فالأشهر الحرم أربعة إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ما فائدة الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم الثواب فيها مضاعف الأجع مضاعف وإذا قام الإنسان بالزنب أو بالمعصية أو بالظلم فهو مضاعف أيضا ولذلك قال ربنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وشهر محرم هذا من الأشهر الحرم منها أربعة حرم وبالمناسبة بداية التقويم الهجري يبدأ من شهر الله محرم والذي قام بهذا التقويم هو سيدنا عمر لأنه جاءه كتاب يقول إنه حدث في شهر شعبان كذا فقال سيدنا عمر أي شعبان في أي عام فجمع الصحابة وقال لابد من وضع تقويم فقال بعض الصحابة نبدأ بعام الفيل وقال بعضهم بل نبدأ بمبعث النبي وقال بعضهم نبدأ بالهجرة وقال بعضهم نبدأ بانتقال النبي فاختار سيدنا عمر الهجرة واختار البداية بشهر الله محرم لماذا؟ لأن هذا الشهر يقع بعد فريضة الحج بعد أن يعود الإنسان طاهرا مبرأا من العيوب والزنوب حتى الذي لا يحج صام عرفة وصيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده إذا الإنسان عاد طاهرا مبرأا من العيوب والزنوب عاد بصفحة جديدة بوجه جديد مضيء منير فقال نبدأ بشهر الله المحرم يكون بعد موسم الحج ثم جاء الترتيب بداية السنة بشهر محرم ثم صفر وهذا الشهر كان العرب يتشاؤمون منه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحب التشاؤم فإذا وجدت إنسانا يتشاؤم فابتعد عنه جالس من يحب التفاؤل محرم صفر ثم ربيع الأول ثم ربيع الآخر ما ينفعش نقول ربيع الثاني لأن لو قلنا ربيع الثاني يبقى معنا كده في ربيع ثالث ورابع وخامس ثم جمادة الأولى كان الماء يتجمد في هذا الشهر يتجمد الماء في هذا الشهر ثم جمادة الآخرة ثم بعد ذلك كده أتممنا ستة أشهر ثم بعد ذلك يأتي رجب وشعبان ورمضان ويأتي شوال ثم زلقعدة ومن أقول شوالقعدة زلقعدة ثم زلحجة دا نهاية العام الهجري يبقى نهاية العام الهجري زلحجة وبدايته شهر الله المحرم والذي وضع هذا التقويم هو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إذن شهر الله المحرم من الأشهر الحرم الذي نحن فيه الآن فعلى الإنسان أن ينتبه أن الأجر والسواب مضاعف وأن الذنب والمعصية هذا على رأي بعض العلماء من العلماء من قال أن الذنب لا يتضاعف فالسيئة تكتب سيئة ولكن هناك من العلماء من قال إن الذنب أيضا يتضاعف وهذا يعني إن قلنا بهذا الكلام هذا من باب الزج ومن باب التحزير من حدوث الزنب في هذا الشهر المبارا فهو من الأشهر الحرم وينبغي لنا أن نعلم أبناءنا هذا الترتيب أن العام الهجري يبدأ بشهر محرم ثم بصفر ثم بربيع الأول ثم بربيع الآخر ثم بجماد الأولى ثم جماد الآخرة ثم رجب ثم شعبان ثم رمضان ثم شوال ذو القعدة ذو الحجة هذا هو العام الهجري على هذا الترتيب وكما قلنا اختار سيدنا عمر شهر الله المحرم ليكون بعد فريضة الحج وربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم ثم ننطلق إلى نقطة في غاية الأهمية الآن عشورة هل نصوم العاشر وهي ما تسمى بعاشورة أم نصوم التاسع والعاشر أم نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر وما هي مراتب الصيام يعني أفضل الصيام وما الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سنتعرف عليه إن شاء الله بعد الفاصل أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد ونكمل الحديث عن صيام عاشراء وما هي مراتب الصيام في عاشراء الأفضل ثم الأفضل ثم الذي يليه وما الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العاشر من شهر محرم اللي هو عاشراء فقط لكنه قال صلى الله عليه وسلم إن عشت لأصومن التاسع والعاشر يعني اليوم التاسع من شهر الله محرم واليوم العاشر من شهر محرم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وما صام إلا عاشراء فقط أجر الصيام في عاشراء قال صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل السنة الماضية ونحن بحاجة إلى تكفير الزنوب والسيئات فكلنا مزنبون والإنسان منا لا يخلو من زم والذي يعتقد أنه لا يخلو من زم فهذا الإنسان خدعته نفسه الواحد منا بحاجة إلى الاستغفار فما أفضل الصيام في شهر الله المحرم وما أفضل أن نصوم عاشراء طبعا الآن نحن في حرارة شديدة والصيام مرهق بالفعل ويحتاج إلى صبر وجلد لكنك إذا نظرت إلى السواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى أنك تصوم ساعات معدودة ساعات وإنه ليسير على من يسره الله عليه الإنسان إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وإذا سأل الله العون والتخفيف خفف الله عليه حتى الصائم هو في معية الله حتى لو شعر بالإرهاق أو التعب فينبغي عليه أن ينظر إلى الجزاء وإلى رضى الله سبحانه وتعالى وأنه في معية الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول الذي لا يقدر على صيام التاسع والعاشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر يقتصر على صيام اليوم العاشر اللي هو عاشوراء مراتب الصيام فيه كما قال العلماء أن تصوم سلاسة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر قالوا هذه أفضل المراتب المرتبة الثانية هي التي قال عنها رسول الله إن عشت لأصومن التاسع والعاشر يبدل مرتبة الثانية المرتبة الثالثة أن تصوم العاشر والحادي عشر المرتبة الرابعة أن تصوم العاشر اللي هو عاشوراء وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ونرجو من الله سبحانه وتعالى عند صيامنا لعاشوراء أن يتقبل منا الصيام وأن يكفر عنا السيئات والزنوب السبب في الصيام عشراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن سبب الصيام يتصوم عشراء ليه ما السر؟ ما السبب؟ قالوا في هذا اليوم نجى الله موسى من فرعو فسيدنا موسى صامه شكرا لله سبحانه وتعالى نرجع مرة ثانية إلى الآية وذكرهم بأيام الله سيدنا موسى محافظ على العهد ومحافظ على الشكر أن الله نجاه من فرعون في هذا اليوم فصامه شكرا لله شف رد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجميل وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كيف رد عليهم؟ قال نحن أحق بموسى منكم الأنبياء إخوة وفي ترابط بين الأنبياء وفي قواسم مشتركة بين الأديان السموية منها الدعوة إلى عبادة الله وإلى توحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون منها الحث على الأخلاق كل الأديان السموية تدعو إلى مكان من الأخلاق وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من القواسم المشتركة إخراج الناس من الظلمات إلى النور ده هدف الأنبياء ده رسالة الأنبياء ده المقصد من بعثة الرسل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور إذن في قواسم مشتركة بين الأديان السموية في ترابط بين الأنبياء سيدنا النبي هو بيقول أنا أحق بموسى منكم يدل على فرحه صلى الله عليه وسلم لفرح سيدنا موسى سيدنا النبي بيشارك سيدنا موسى الفرحة والشكر لله سبحانه وتعالى أن نجه الله في هذا اليوم وده معناه أن صدور الأنبياء لا تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا غشا ولا خيانا قلوب صافية أنا أحق بموسى منكم شوف القلوب الصافية شوف المحبة بين الأنبياء لنتعلم منها ولنتعلم من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي بهذه العبارة اللي لو دقاقنا فيها أنا أحق بموسى منكم يوسع الأفاق والمدارك ليبين للناس التسامح عندما نقول في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين معنى ذلك أن الله عز وجل هو رب جميع الناس ليس حكرا على أحد الحمد لله رب العالمين شوف التسامح وشوف السماحة ولذلك الإمام الشافعي الإمام الشافعي يقول الحمد لله الذي جعل السماحة خير متجر أفضل تجارة مع الله أن تكون متسامحا أن تتعامل مع الكون بالسلام النفسي بالصفاء ألا تحمل كراهية لأحد ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أحيانا للكفار وللمشركين أيوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة بالهداية وكانت على الشرك قال اللهم اهدي أم أبي هريرة وهي مشركة وكان يقول عندما يتعاطس اليهود عنده يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم دي أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وده قلب سيدنا النبي الممتلئ بالرحمة الذي وصفه ربنا سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهم دل أتبع سيدنا النبي الذين يتصفون بالرحمة والتسامح والصفاء أنا أحق بموسى منكم يشاركه في الفرحة وفي الشكر أنا أحق أنا أولى بموسى منكم ولذلك قال له أبو هريرة مرة يا رسول الله أدعو على المشركين شوف رد سيدنا النبي وتعلم منه تعلم من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إني لم أبعث لعانا ألعن دا وأدعو على دا من فعش ولذلك حتى أن تصبر على من أذاك هذا منهج النبوي إني لم أبعث لعانا حتى الذي يتعرض لك بالأذى وبالعداء حتى الذي يعاديك حتى الأعداء إني لم أبعث لعانا وإنما بعست رحمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة دا بيقول لي نحن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يبقى أنت بتهدم كل اللي أنت بتعمله أن أنت تضيع هذا الخلق الذي اتصف به رسول الله التسامح الرحمة حتى لو كنت بتصلي حتى لو كنت بتصوم حتى ولو كنت ملتزما تهدم تهدم دينك وتهدم إيمانك وتهدم أعمالك ولذلك نحن دعينا أن لا نبطل أعمالنا ولا تبطل أعمالك فهذا الشيء الذي تستصغره في نظرك ربما أبطل أعمالك وهدم دينك بسبب أن أنت تضيع هذا الخلق التسامح والرحمة من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يبقى سيدنا النبي يعلمنا السلام النفسي مع الكون كله يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نشارك الناس في أفراحهم يعلمنا صلى الله عليه وسلم التسامح يعلمنا صلى الله عليه وسلم الرحمة يعلمنا صلى الله عليه وسلم آل احترام ولذلك لما رأى جنازة قام واقفا بعد كده يقول لك بعض العلماء هذا الحديث منسوخ نعم حتى ولو كان منسوخا لكن شوف الشيء الجميل في سلوك سيدنا النبي شوف السلوك الجميل المقبول الذي يغير الناس ويغير أخلاق الناس ويؤثر فيهم قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي أهو إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا أليست نفسا مكرمة أليست نفسا تستحق التكريم أليست نفسا خلقها الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله فإحنا بنتعلم من يوم عاشراء إن سيدنا النبي شارك سيدنا موسى فرحة وابنتعلم الصفاء والتسامح عشان كده نعود وذكرهم بأيام الله يعني وذكرهم بأيام الله لا نكتفي بالصوم أن نأخذ العبرة وأن نأخذ الدروس المستفادة وأن نتعلم من ماضينا وأن نتعلم من حاضرنا لننتفع بهذه الرسالة العظيمة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم اقضي حوائجنا وحوائج الناس أجمعين اللهم أعطي كل سائل سؤلة فيما يرضي الله ورسوله يا رب العالمين اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين شكرا لحضراتكم وأترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة